أهلا بكم مشاهدين الكرام رغم عودة درجات الحرارة القصوى إلى معدلاتها الفصلية على الجهة الشرقية للبلاد لكن تبقى مراطق وسط وغرب البلاد تشهد درجات حرارة مرتفعة عن المعدل الفصلي مع أجواء من مغشات إلى صحوة على أغلب المنطقة الشمالية خلال صباحة نترقب تشكل ضعب خفيف وسحب سفلة على أغلب المنطقة الساحلية مع قيم حرارية تتروح من 3 إلى 7 درجات تنخفض إلى درجة واحدة بمعسكر وتيارت درجتين تحت صفر كأدنى مقياس باستيفون ديال درجة صفر بالهضابة العليا الوسطى والغربية درجة واحدة تحت صفر بقسنطينة وتبسا سبعة بغرديات تسعة ببسكرة سبعة كذلك بورغليت ترتفع إلى عشر درجات ببشار ثمانية بيتاب البلا وابن عباس عشر كذلك بتندوف نسجل على مدن الصحراء الوسطى زواب عملية قوية مع أجواء صحوالي تطرح درجات الحرارة من 12 حتى 13 درجات نسجل بالجنوب الشرقي تحديدا بإليزي ثمان درجات من سبعة إلى عشر بمرتفعات وقارو تصل إلى 13 كأعلى مقياس بأقصى الجنوب مع أجواء من مغشات إلى غائمة على برج باجي مختار لكن تبقى بدون فعالية خلال ظاهرة كما قلت تبقى الأجواء من مغشات إلى صحوة على أغلب المنطق الشمالية مع قيم حرارية تصل إلى 17 بالعاصمة 18 بوهران وتيلمسان 16 بمعسكر وتيارت 18 بقسنطينة وتبسة 16 بعنابة وجيجل 18 بالجلفة 21 بغردايا 23 ببسكرام 23 ببشار 25 ببني عبازة وعاملية قوية بمنطقة تندوف تسحف نحو منطقة آدرار وعين صالح لنسجل قيم حرارية تصل إلى 27 درجة بكل مدن الصحراء الوسطى مع صحوة تميز أيضا كل مدن الجنوب الشرقي نسجل 24 ببرج الحواس 25 بتمرست و31 كأعلى مقياس ببرج بجي مختار عن قزام أباليسة وعين أسوا حالة البحر يوم غد إن شاء الله سيكون من هذه إلى قليل الإتراب على طول الشرط السحر وفق رياح شمالية شرقية تتروح سرعتها من 10 إلى 20 كم في الساعة الرؤية ستكون ضعيفة خلال الصباحة بسبب الضباب تتحسن مع ساعات الصباح الأولى لتصبح متوسطة خلال الظاهرة اتفع الموجة حوالي المتر والنصف وفق اتجاه من غربي إلى شمال غربي الخيطة موك العادة بالمعلومة الفلاكية التي تهم جزاء العاصمة وضواحية اليوم غدين السبت الثاني والعشرين من شهر فبريع 2020 الشرق سيكون في تماما الساعة السابعة والنصف أما الغروب سيكون في تماما الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد السادسة ولأكثر تفاصيل يمكنكم دائما التواصل معنا على الشرق أونلاين وشرق نيو سيفي متابعة طيبة مع بقيت برمجة الشرق